بس انا اول سؤال انا اتسألكو اياه مذكريني ما اخذنا تحليل فرق بمربعين قولنا هيك بس هي رح تلكو كيف نمثله باشكال هندسية سمعتوا السؤال السؤال وريني بشكل هندسي كيف انه سين تربيع ناقصات تربيع بيطلع هيك وسمنا مربع بقولوا ما اخذنا بس انا متأكد ان اخذنا بكرا بيجي في الامتحان بعدين ترجع بقولوا ما اخذنا اذكركم اياك مربع زي هيك وبعدها برسمنا داخل ومربع ثاني صحي نجيب المساحة اللي بين المربعين كانت هيك الفكرة وقلنا بننزل بنقسمه له مستقيلين ونعتبر هاي طولها صاد بالاصلية طولها سين فبتطلح هاي عبارة عن سين ناقص صاد وبنكمل صح او لا هذه شرحناها بس انا بأكد يعني قاعد بأكد باستذكر معاكم يعني نوضع كنا وهذا مطلوب طبعا ممكن احنا نوضف الفرق بهم مربعين لحل مسائل الحساب الذيني زي الأس اللي في الكتاب شو بعطين الكتاب في سؤال او سؤالين في الكتاب بعطات احسد ما يلي باستخدام الفرق بهم مربعين طب كيف يعني احسدان فرق بهم مربعين هذا انا مو لازم اشرحه يعني المفروض ان كنتوا يعني فهمتوا الفكرة تعت فرق بهم مربعين وتعرفوا تطبقوا عليها يعني مثلا زي هاي المسائل جيت قيمة مية تربية ماقص ثمانية وتسعين تربية حساب اقول لك عيصر طبعا سبعة وستين للعلم بعيد مرة ثانية نازل على اليوتيوب تبعي على القناة تبعتي ما نزلت على الموقع تاعنا شرح او حل جميع تمارين وتدريبات الكتاب للوحدة الاولى فقط الوحدة الاولى فقط فيديوهات قصيرة مدة كل واحد دقيقة دقيقة ونص بس لكل مثال ولكل تدريب على موقعي انا على اليوتيوب تاعي ليش طبعا انا اعمل تيب لان ما نعمل كتاب الكتروني تفاعلي مش بيدي اف مش كتاب ناشف ايك ناين يعني عند كل مثال في لقطة فيديو او سؤال اختباري او ورقة عمل او نشاط لانو احنا هيك توجه الجامعة الاولى نطلع بكتب الكترونية شو يعني كتب الكترونية يعني تفاعليا تفتح الكتاب الكترونيا بتيجي عند كل نقطة بتلاقي شي شرح عليها في لينك وعليها في تقدر تعمل هايلايت عليها انه انا وصلت عندك سؤال كيف تدرس خط علامة خط لك علامة يقول دسأل الدكتور عن هاي النقطة ايوالا 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 الفكرة هون انه انا بدل ما افكر بتربيع العددين رح تفكرت بايش بتحليم فرق مربعين بتحليم فرق مربعين خلى الحساب يصير اسرع طب شوفوا الساعة هاي سطحة 67 جماعة انا قلت لكم كل شي مطلوب منذكرين اه انا قلت اني شرحته اللي ما شرحته اه الرياضيات بش كل شي بنشرح استعين انشرحكم بيش بس بنوع على شغلية بنوع على شغلية بس انا سألكم اياها بجوز مش جافي الامتحام بس انا بنوع عليها لاني ما ذكرتها قدامكم وما كنت منبه الدفعة الماضي قبليكم على سؤال زيق لكن يعني بيجي بش لا الامتحام بشكل عام تسعة وتسعين في المين مباشر شوف شو بحكيه هاي اللي بحكيلك مباشر من هالتمارين وهالامثلة وهالشي اللي بندرسها حلو الكلام في سؤال مميز لابد واحد ياخد علامة كاملة بدي يشوفوا وعد انت العلامة الكاملة هذو سعالات يبت الحلو هذول اسأل ايش يلا هذول اسأل ايش بالمال هذول اسأل ايش بالمال يلا 480 تستطيع الامتحام في بس تقدر تغربي بس تقدر توقف الفرق بمربعين لحلهم ممكن بس طويلة شوى طب انا ليش ما اطلع انه الاربعمية وثمانية الاربعمية وثمانية انها جاء من اربعمية اه كويس جاء من اربعمية بالصابطة صح اثنينتين اربعمية تسبب يعني انا بدي حاول اجيب قوسين زي هيك مرة بينهم زاد ومرة بينهم ناقص لا لا بدنا بالفرق بالمربعين لانه طالبوا بتحليل الفرق بالمربعين اربعمية زاد ثمانية برافو عليك اربعمية ناقص ثمانية شوفتك تفكير لو عملتها هيك شو بتصير؟ بتصير كأنها اربعمية تربية مصبوط كأنها عبارة عن اربعمية تربية ناقص اربعة وستين او ثمانية تربية اذا بتحبه ما هي في الاصل هيك فأربعمية تربية عليها ستاشة حطي اربعة صفار ناقص اربعة وستين بجوعة بالنسبة بجوعة بالنسبة ما هيك بفكرة بقولك مش 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 بمسال بره البوكس طالع طالع بره البوكس يعني ايش تفكير مش مش نمطي اه لكنه بوظف الاشياء اللي حكينا يعني في سؤال ثاني خانشوف السياد ببين الشطافة طالع بقول مجموعات على المجموعات في شي صعب في المجموعات اذا كانت سين تساوي مجموعة واحد اثنين وثلاثة يلا هسا اسأل نحكي عني اربعة وثلاثة وخمسة حلو الكلام عطيني سين تقاطع صاد مجموعة ثلاثة مجموعة ثلاثة صعباي؟ طيب سين اتحاد صاد كلهم يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة انا اللي بدأسأل اسألي اسمعي شؤالي لفوق اتحاد لدحت تقاطع بدي طلعولي مجموعة ثلاثة اربعة وخمسة اربعة وخمسة اربعة وخمسة تبقي لا مكنت فضعت واحد اثنين لدحت موجود في شاملة عندك في السؤال. لا. اخترع شاملة من عندك. لا. وين الشاملة؟ متممة سين. شو تعريف متممة سين؟ العناصر الموجودة في الشاملة وليست في سين. طب وين الشاملة؟ أنا ما عندي شاملة. شو تعطي الطلاب؟ الطلاب كل شي موجود برا سين. وين؟ برا سين. وين؟ لا هذي كسمها سين ناقصات. اللي انت بتحكي عنه اسمه سين ناقصات. في فرق بين سؤال سين ناقصات. انت جاوبت على سين ناقصات. ناقصات. وما في شاملة. انت خلي الطلاب. انا هذا سؤال لكم مش مالطلاب. افرضي لا دخل ولا ما لا دخل. وين المجموعة الشاملة في السؤال؟ ما في. الاصل شو تقولي لي؟ لا يمكن حسابها لأن المجموعة الشاملة غير معرفة. او او الحل الثاني واحد ممكن اعمل حل كابتكاري شوي. يقول ساعتبر من عنده. ساعتبر شي ياسين اتحاد صاد. اه بعطيك صح. لان انت بتفكري صح قال. انت فهمي انه انا ما بقدر احسب المتممة الا وجود الشاملة. لان انا بعمل شاملة. بعمل شاملة. بحل عليها. مطبق بقبلها. شكرت صح انت. بصلا؟ هذا سؤال اوتور ذا بروكس. اه اسألي. على نفس المجموعات انا ما بجبت لنا سؤال. اليوم. لا مش هاي بالعلاقات. بالعلاقات يا بنت الحلال اتي صف التكاظؤ بالعلاقات. ممكن زيه ممكن لا. ممكن اجيب لك مثلا علاقة عين فرضا. اجيب لك علاقة عين واحد وخمسة. بدون سير. قويس ثلاثة واربعة واحد وسبعة واحد وستة. مثلا علاقة انا حط كيامين عندي. عرفتك علاقة على مجموعة بدون ما احكي لك شو المجموعة ولا اشي. هلو هنا واحد وخمسة حط كياما مرتين لا اذا. وعطيت بنتك اعطيني صف تكافؤ واحد. شو صف تكافؤ واحد. اللي مرتبطة مع الواحد شو هني. الخمسة والستة. طبعا هذا غلط السؤال يعني نفكوكم منه مش صح. هذا السؤال كله تركيبه غلط. تركيب السؤال غلط بس انا بدي اوضح شو يعني صف تكافؤ. يعني بتشوف تمسك العلاقة تمسك الازواج الموجودة بتشوف. مين العناصر اللي طبطت مع الواحد. تكتبها شو مجموعة. هذا اسمه صف التكافؤ. ها بيجو طبعا. بس انا طلب صف تكافؤ انه لا ما تحدد. لا واحد ولا خمسة ولا احد. سؤال له بكون له ما يسبب. ما بصيرش يجي هيك. فجأة روح جيب لي صف تكافؤ. صف التكافؤ انه بإذن مش عائفة. جيب السؤال نفسه. جيب السؤال نفسه. لما اقول انا مثلا سين تساوي مجموعة واحد اثنين ثلاثة. وطلب منك تجيب سين في سين. بتعملي واحد 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 واثنين واحد وثلاثة. اثنين واحد. اثنين واثنين. اثنين وثلاثة. وهكذا. او بتعملي هيك. واحد اثنين ثلاثة بقبل مني. بالضبط بقبل منك وتعملي هيهن هيك. بدون ما تكتبه. اه مش شرط ازواج. يعني واحد عمل لي هيك بعد افرو صح. لان عبرت عنه. عبرت عنه. مدامك عبرت عنه ليش غلط يعني. كيف دوائر في الدولة بالحال؟ لا دوائر ما خلق كله حال أحسن مجموعة مالها اللي هو احكي مجموعة القوة لكل مين اللي هي مجموعة 1-2-3-4 طيب احكيها لينها مرة نتذكروا 1-2-3-4 مجموعة القوة في عندنا سؤالين بيجي على مجموعة القوة يا ما تجيب عدة عناصرها يا اكتبها لما اسألك عن عدد العناصر ما بدأت تكتبيها عدد العناصر عدد عناصر مجموعة القوة ما يساوي؟ يساوي 2-4-4-4-16 انت هاي سؤال؟ إذا طلبت ما عدد العناصر يقول 2 مرفوع على القوة إيش؟ اثنون الكم عدد العناصر الموجودة؟ أربع عناصر إذا اثنين قوة أربع لو ما قولك اكتب العناصر لا مجموعة الوحادية أول مجموعة فال والثاني سيد هاي مجموعتين صرف كاتب خلنا نقول المجموعة اللي ما فيها عناصر للمرة والمجموعة اللي فيها كل العناصر بعدين نصير نكتب المجموعات الوحادية اللي فيها عنصر واحد بس المجموعات الثنائية طبعا المجموعات ممنوع التكرار وأربعة ثنين واحد وأربعة واحد وأربعة مكتبнаه الش استأكد إنه أنت كاتب كامل لا ت فعل والئ شي ما تكتبوش واحد وأربعة كاتبها حفها عudYe بس هنتأكد, واحد وأثنين واحدث treffen واحد وأربعة ثلاثة، 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 أربعة، ثلاثة، أربعة، محتى بتاعش بشي ما خلصتش؟ حسن المجموعات الثلاثية واحد، اثنين، أربعة واثنين، ثلاث، أربعة وواحد، ثلاث، أربعة فيش شيء متكرر عديهم اثنين، وأربعة، ستة سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، حتى عشر، اعتاش، اتناش، ثلاثتاش، ثلاثتاش، خمسطة، أصف عشر بالزبط طبعاً لو كان خمس عناصر ستصير رميمة ثلاثين، مجموعة ما بنطلب إش زياجة، مش بها يقول لك عناصر مجموعة القوة لخمس عناصر كثير حتى يعني صعب تجيبهم كلهم، يعني صح إلا يتوم منك شيء غيره تدربتوا على التحليل الثلاثي اللي هو كيف تحلل، مقدار جبري يعني احنا مش شرط يجي كله يعني بسيط منه مثلاً فرق بين مكعبين، مجموعة المكعبين كمان هذا ما حكينا موجود آه، يعني مثلاً سين تكعيب ناقصات تكعيب كيف بنحل الإشي زي هيك، هذا مش تلاثي مكعب كامل يعني زي إيش مثلاً، زي ما أقول مثلاً مثلاً 27 سين تكعيب ناقص 64 هذولا بيقول عنه فرق بين مكعبين، كيف يعني مكعبين؟ يعني أنه سين تكعيب تيجي من سين، في سين في سين، فصاد تكعيب تيجي من إيش؟ فصاد، 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 هذا ما يسميه مكعب كامل، هل العدد 27 مكعب كامل؟ لا يعني إلو جذر تكعيبي بطلع عدد صحيح؟ نعم، جذر تكعيبي لـ 27 ثلاث، لأنه 27 تيجي من ثلاث، في دلاغ في ثلاث، الـ 64، أربعة في أربعة في أربعة، كويس يكون واحد عارف هاي المعلومة، بتساعدوا كثير على إيش؟ ألحظ، الآن كيف أحلل الفرق بين مكعبين؟ بعمل قوسين، واحد صغير، واحد كبير، هو ناس الشي، واحد صغير، واحد كبير، أجب أقول، سين تكعيب ناقصات تكعيب، إيش الجدل تكعيب إلى السين تكعيب؟ سين، قصات تكعيب، شو اللي بينهم؟ لحط ناقص، هو ناس الشي، يلا خنسوي الثنتين مع بعض، ثلاث سين، لأنه 27 جدل تكعيب ثلاث، ناقص أربعة، هاي أول خطوة، بعدها شو بسوي؟ بربع الأول، تبفوقها، غير الإشارة، الإشارة ناقص، أضرب الأول بالثاني، زائد مربع الثاني، نفس الشي هون، مربع الأول، غير الإشارة، الأول بالثاني زائد مربع الثاني، هاي اللي هو فرق بين مكعبين، مجموع المكعبين نفس الطريقة بس بتغير الإشارة، نفس المبدأ بس تغير الإشارة، يعني مثلاً لو قلت ألف سين تكعيب زائد مئة وخمس وعشرين مثلاً، بدي حللها مجموع مكعبين، برضو بعمل قوسين، واحد صغير، واحد كبير، الألف بتيجي من عشرة في عشرة في عشرة، إذا بأخذ عشرة، السين تكعيب بتيجي من سين في سين في سين، بأخذ سين، في زائد بحط زائد، المئة وخمس وعشرين من خمسة في خمسة في خمسة، خلصنا القصة، الان ربع الأول، مئة، سين، تربية، غير الإشارة، شوف نفس هذيك، الأول بالثاني، لا، إذا كان موجه بتصير سالب هنا، إذا سالب بتصير موجه، خمسين سين، الأول بالثاني زائد مربع الثاني، مربع الثاني، اللي هو آه، نضرب اللي بالنص دول في بعض، هذا تحليل الفرق بالمكعبين وجموع المكعبين، حلولي هاي المعادلة، أربع سين تربية، ناقص أربع سين، زائد واحد يساوي صفر، حل المعادلة، مدامها ثلاثة، مدامها مقدار ثلاثة، معناته على التحليل، على طول، أصلا مصفرة، جاي تساوي صفر معناته ممتاز، أصلا موجه مصفرة، أنا مصفرة، يعني كيف يعمل مصفرة، بخلي كل المقادير أو الحدود على جهة واحدة، بخلي جهة سلسل، بعدين بعمل قصة، إحنا ما بنجيب لكم مسائل ما بتتحلل، بشكل عام، ممكن تجي المسألة ما بتتحلل، أو تحليلها تطلع مش مربعات كاملة، إذا طلعت مش مربعات كاملة هي مش مرضوبة منكم، ساعتها بدي المميز والقانون العام وقصص، مش علينا، ولا راح نطالبكو فيها، يعني ما بنجيب لكم مسألة زي هاي، بنجيب لكم هاي بتتحلل، مجربة بتكون، يلا، بنزل حالنا سؤال، الأربعة سين تربيع، بنحلل لعواملها، اثنين سين، وهوان اثنين سين، أو ممكن أكتب أربعة سين في سين، آآ يعني أنت بدك أول شي يجرب الاشي اللي بيجي بالك مباجرة التقليدي اللي إحنا متعودين عليه، الأربعة تيجي اثنين بثنين، عواملها اثنين واثنين، كويس، لكن، إذا مفشلت، برجع بغير، بقول بلكي أربعة في واحد، بجوز تزمط، الآن بتطلع على إشارة الحد الأخير، موجبة ولا سالبة؟ إذن الإشارتين في الأقواص اللي تكونوا زي بعض، لا سالب سالب، مش معنى سالب سالب، ليش مش موجب موجب، حسب إشارة الحد الأوسط، إذا إشارة الحد الأخير ساء موجبة، إذن الإشارات داخل الأقواص لازم تكون زي بعض، ومش مهن لحد الأوسط، شو شاطر حد الأوسط، إذن لازم ثتين سالب، بدنا بس على حال سؤال، الواحد، شو عواملو، واحد في واحد، لأن هنا واحد، كيف يتأكد إنو حل صح ولا لا، اتفقنا بنضرب الوسطين، وبنضرب الطرفين في بعض، القراب في بعض، والابعاد في بعض، سالب واحد في اثنين سين، سالب اثنين سين، اجمع لي إياهم مع بعض هذون، سالب أربعة سين، معناته صح شغل، أيها الوسطاني سالب أربعة سين، ما كملنا الحل، إذن إحنا زوينا بس حل، أنا كنت عملته الآن تحليل، بس السؤال بقول حل المعادلة، فبأخذ القوس الأول، لو صار معادلة خطية، أو بأخذ الحد الثاني، وصف، بحل المعادلة بطلع سين وساوي نص، بدون تفاصيل، وهون كمان سين وساوي نص، معناته كم صفر طلع معاي، كم حل إلها، حل واحد، اسمه نص، أو بقولوا عنه حل مكرّف، طبعا هذا كم بتترجم في الحياة اليومية، كيف رجمته، هذا بطلع رجمته، وما بقطع محور السين، لا عفل، آسف، آسف، بشيك، وطلعي وصفر، هاي نص، هيك بتعشك، رح يقطع محور السينات بس بنقطة واحد، هذا مش مطلوب، لا لا رسم لا، بجيب لك رسم آ، علاقات آ، أما هذا لا، التربيعي لا، أنت ما أخذتي كيف، أنا ما أشغلتك إياه، خارج المادي هذا، فن، علاقات، رسم حاصل ضد دي كارتي، رسم علاقة، طيب سؤال، بدي أسألكو هذا السؤال، صفر، اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، إلى آخر، هذول شو زي من هذولا؟ تعملوا الأعداد الطبيعية؟ شو ينه الأعداد الطبيعية؟ هذول هاي يعني، بتقاطع مع الأعداد الطبيعية، إحنا رح ندخل الصفر السعيات، لأنه الصفر إحنا متأكدين أنه زوجه، الصفر أكيد من الأعداد الزوجية، مع أنه مش طبيعي، ففي ناس شو عملوا، راحو زادوا للأعداد الطبيعية الصفر، سموها الأعداد الكامل، دخلوها قسم جديد، سموها الأعداد الكامل، في بعض الكتب لا، باعتبروا الأعداد الطبيعية الصفر من ضمنها، وبحطوا طا ستار، بكتبوا هالمصطلح هذا، تاو، بحطوا فوقها نجميك، إذا كان يعنوا أنه مجموعة طا ليس فيها الصفر، إذا كتبوا طا هيك، لحالها يعنوا الصفر مع الطا، إحنا كتابنا عليه الشغال؟ طا، ما بشتغل على هاي، يعني طا ما فيها الصفر، لما بنضيف الصفر عليها، لا لا ما بنحط شعر، ولا شيء، نسميها أعداد كامل، خلق، حس هذولا شو هم هذول؟ الزوجية، ممتاز، هذولا الأعداد الزوجية، سيدا تلطوني قاعدة عامة، نعبر فيها عن عدد الزوجية، قانون، سيغة عام، نمط، هذا نمط، سين زاعد واحد، يعني بدك أحط صاد يساوي سين زاعد واحد، حطي محل سين واحد، ما بزبط، إذا غلط، سين زاعد اثنين، سين زاعد اثنين، هتا نشوف، صاد يساوي سين زاعد اثنين، برضو غلط، انت مش قلنا هاي يا جماعة، اللي معضيكو نمط زي هيك، بتخيلوا كأنه جدول، زي هيك، تخيلوا جدول، أنا بدي أشيل الصغر مؤقتا عشان ما يخربتنا، بس، والله هو الأوضل الموجود ما عندك مشكلة، قلنا نعمل هيك، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، وقلنا لما بتجيكو قاعدة زي هيك، تكونك طلعين للقاعدة، بتقول اثنين سين، صاهرة لا؟ تجربة، حط المحل سين واحد، اثنين في واحد اثنين، بيطلع الأول، اثنين ضربة اثنين، خضناها در حكي، ولا ما اسميناها شفية، لا، أكيد، لأنه هنا الفرق ثابت، الفرق ثابت، كل مرة بزيد اثنين، بزيد اثنين، إذا نخلنا نقول هيك، قاعدة، أي عدد زوجي، أي عدد زوجي، يكتب بالصيغة، يكتب بالصورة، اثنين نون، حيث نون ينتمي الى طعم، يعني شو يعني شو يعني اثنين نون؟ اثنين ضرب، لا، اثنين ضرب جميع على الطبيعي، لا، لا، انسي هذا ولا القاعد، طلعي هون، طلعي هيك، انسي هذا المتال، أي عدد زوجي في الدنيا، منقدر نكتبه عشكل، اثنين ضرب طبيعي، صح ولا لا، يعني بالعربي، لو بتحكي هذا الكلام بالعربي، شو مقول، أي عدد زوجي، أي عدد زوجي، أي يمكن كتابته، بالصورة، اثنين ضرب عدد طبيعي، تعالي، امسك عدد زوجي في الدنيا، أكيد، تقدر تكتبه اثنين ضرب عدد طبيعي، مضبط، في عدد زوجي في الدنيا، ما بنكتب على اثنين في عدد طبيعي، لا، طب العدد الفردي، طب شو من العدد الفردي، واحد، ثلاث، خمسة، سبعة، تسعة، أحدعش، تخيل جدول، نفس الأشي جدول، ها هي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ستة، ها هو أحكي، ثلاثة سين غلط، لا، غلط، ثلاثة بواحد، ثلاثة، ها هي طرحش الأول، لا، تسين غلط، سين زيت اثنين غلط، ثلاثة سين زيت اثنين غلط خطأ، جمع ارجع، واحد؟ زيت واثوة، جمعي، هاي لطريقة عامة. قلنا بنوغض الحد الأول زائد الأساس بسين ناقص واحد. يعني أي عدد فردي في الدنيا. يعني هاي معناتها شو معناتها؟ حيث سين عدد طبيعي طبعا. يعني أي عدد فردي أي عدد فردي يمكن كتابته بالصورة اثنين ضرب عدد طبيعي ناقص واحد. طب اثنين ضرب عدد طبيعي مش هي العدد الزوجي؟ يعني طلع شو بحكي عن العدد فردي؟ هو أي عدد زوجي ناقص منه واحد؟ مصبوط. أو عدد فردي يزد له واحد. بس احنا خلصنا نصطلع على هاي. طب هذا ايش بفيدني هذا؟ بفيدني في اشي اسمه براهين. هذا مش داخل في الامتحان هذا. بفيدني في براهين. بس هالسؤال لو جمعت عدد فردي مع عدد فردي شو بطلع الجواب؟ عدد فردي. بطيلة لهم حكاة صحيح. برهم أنه عند جمع عدد فردي مع عدد فردي يكون الناتج عدداً زوجياً خطأ. شوف لما قلك برهم والبرهان عام. المثال لا يعتبر برهان. ننتبه. ننتبه. ننتبه على شغلة هاي مهمة جداً وهاي لدغة بالمنطقة. بدك تبرهن من القاعدة صحيحة. ما جب لي امثلة. ممكن تجبي لي الف مثال صح. ويجي واحد يجيب مثال غلط. بطلع كل القاعدة غلط. غلط. لذلك اذا بك تبرهن انه اشي غلط. جيبي ميزة. عن الغلط. طلع اذا واحد اجه قال قاعدة طلع شو بده عمل بده عمل بقول قاعدة كل المدخنين عندهم سلطان رياء. جيب واحد يدخن وما عنده سلطان رياء بصير القاعدة شو؟ غلط. من لغة القاعدة. اذا حتى تلغي قاعدة او قانون بكف جيب حالي. لكن بدك تثبت اي شي ايجابي. بدك انه فلان بصلي. شفته بصلي. مروح. هل يعني انه بصلي؟ لا. شو بدك تتسوي ذيابة؟ بدك تتبعه. بفجأ. الضخور. العصر. المغرب. الحجاء. وثاني يوم. وثالث يوم. بلقي صلى سبوه بطل. بدك تلحقه. اثبات العام هذا. هذا صعب. لذلك المحتاج لإيش؟ لطرق في البرهان منها اللي هو البرهان المباشر. اللي رحكي عنه. أنا شو بدي هنا؟ عند جمع عدد فردي. طلعوا. هذا بالرياضات بنسميه تعميم. في لغة الرياضية طرق التدريس بنقول لهذا تعميم. عملية الجمع إيش؟ عملية لها مفهوم. عندي عدد فردي وعدد فردي هذا مفهوم. شو ضارع الناتج؟ عدة مفاهيم ربطة مع بعض القانون. صار شو ما تعميم. اللي هي نظرية. تبكت لهذا صح. سهل جدا. نفرض أنه طلعي. نفرض أنه ميم أو أول سين. دخلنا نأكد سين. يعني أنا بجيب يعني سين. لما أقول نفرض أنه سين يعني أي عدد يعني قصده. يعني هون بعمم قاعد. ما أخطت مثال خاص. نفرض أنه سين عدد فردي. ترجمي. شو يعني سين عدد فردي؟ أي أي. بفسر. بقول عدد فردي. هس أنتوني قلت أنا. شو يعني عدد فردي؟ يعني سين يمكن كتابتها بصورة اثنين نون ناقص واحد. مش توني حكينا هيك؟ حيث نون عدد طبيعي. هذه الخطوة الأولى. جبت عدد إيش؟ اسمه سين. شو ماله هذا سين؟ فردي. شو يعني فردي؟ يعني بحقيق هذا الشرط. هيسميها رقم واحد. ترك لي إياه شو. شو مضطر أجيب أسه كمان؟ عدد فردي ثاني. وهاي فردي. خلصت الأولاني. وما بتجيب كمان واحد مختلف عنه. ونتجيب نفسه ما سفتش. نفرض أنه كمان مرة صاد عدد فردي. هلا لأنك سميتي صاد غيرت الرمز لازم تغير النون. حط رمز ثاني. يعني صاد تساوي اثنين ميم ناقص واحد. هسا إيش المشكلة؟ المشكلة إنك لو حطيت الميم يعني حطيت هون نون نون. حطيت ميم ميم. يعني ما تصاد نفس العدد. أنا شو بعد بحكي؟ بحكي دول عددين ما لهم مختلفين. وحالي خاصة يكونوا زي بعض. حالي خاصة يكونوا زي بعض. إحنا ما بنحل على حالي خاصة. الآن شو مطلوب مني أساوي فيما دولة الثنين؟ نجمعهم مع بعض. يلا جمعين إياهم مع بعض. سين زائد صاد بساوي. اثنين ميم أو اثنين نون آسف بتبدأ من فوقا. اثنين نون زائد اثنين ميم ناقص اثنين. الميم والنون ما بنجمعهم مع بعض. لنهم مختلفين. مش أخدنا في الرموز الجبرية في المقادير الجبرية. ما بقدرش مع السين مع الصاد. إذا بطلعوا اثنين نون زائد اثنين ميم ناقص اثنين. طب شو راك نقص اثنين عامل مشترك؟ اه؟ اثنين عامل مشترك. شو بظل عندي؟ نون زائد ميم ناقص اثنين. ناقص واحد آسف ناقص واحد سؤال هل نون زائد مين ناقص واحد عدد طبيعي شو عرفي؟ ها بتطلعي كيف؟ هونا بنرجع على خاصية مشهورة جداً في العدد الطبيعي في الجمع بسموها خاصية الإغلاق شو اسمها؟ إغلاق إيش عن الإغلاق؟ يعني خذ عدد طبيعي وعدد طبيعي جمعهم مع بعض شو بتطع الجواب؟ عدد طبيعي امسك أي عدد طبيعي مع عدد طبيعي شو بطلع الجواب؟ بطلع عدد طبيعي إذن الأعداد الطبيعية تتمتع بخاصية الإغلاق وظلوا فعلاً عدد طبيعي زائد عدد طبيعي وشلنا من نواحد شو بظل الناتج؟ عدد طبيعي إذن هنا بنقول إنه نون زائد مين ناقص واحد ينتمي إلى طاب لأن الجمع مغلق على طاب طب هل الطرح مغلق على طاب؟ لا أعطيني مثال الواحد طبيعي الخمسة طبيعي واحد ناقص خمسة هالطبيعي لا بطلع سالب أربعة سالب أربعة مش هالطبيعي ليست مغلقة ليست مغلقة طب إيش اللي سوينا هون؟ يعني صارت كأن اثنين ضرب عدد طبيعي يعني الجمع لا لا حكينا هذا كله اسمه عدد طبيعي صح؟ أو لا لا الآن شو نتحول الجمع لاثنين ضرب عدد طبيعي طب أي عدد في الدنيا بنكتبوا على شكل اثنين في عدد طبيعي شو بيكون؟ زوجي 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 لا آآ بيجي آآ طبعا بيجي بس مش هذا مش داخل غاية لمادة مش الامتحان الأول بس هذا مطلوب مننا شوف هذا شايفين هذا بس عشان تكونوا بالإحساس احنا الكتاب عنا النسخة الأولى منه كانت مريان براهين زي ايه؟ شو سمنا فيها؟ شطفناها كله خلينا بس أجزاء محددة منها يعني مثل هذا المثال بس عشان نقول والله عنا براهين ولا هي البراهين صعبة في الرياضة الصراحة يعني أنا مثل للمجد قلت لكم إنه من نجمع عدد طبيعي بيطلع الجواب عدد طبيعي يثبت لي يا ضي برهانها صعب برهان مثل هاي المسائل مش غير شو يعني اثنين ضرب عدد طبيعي؟ شو بستنتج؟ لا لا اثنين ضرب عدد طبيعي يعني بستنتج بعد زوجي ارجع تعريف العدد الزوجي العدد الزوجي هو أي عدد طبيعي يمكن كتابته بصورة اثنين في عدد طبيعي انتهى الكلام بسيجروا تتدربوا من الحالكم مثلا فردي مع زوجي شو بعضيك؟ عدد طبيعي لا بعرف شو بعضك زوجي ولا فردي؟ زوجي زائد فردي اثنين زائد ثلاث خمسة فردي اذا زوجي زائد فردي بعضك فردي بريني ليها اه اه تقدر تبرينيها طبع بعدين نفتح عدد خبص برع منه اه غيره لمين اللي اكتابات؟ كنت استأل عن اشي؟ اه ما في انك سؤال؟ اه احكي اه ايش هما العداد؟ مجموعة الثامن العداد 37 37 52 العدد 37 هيك 37 52 هيك العدد؟ بفرقش بفرقش لا لا خلي بفرقش هيك ولا هيك؟ لا بفرقش ايش بفرقش هيا سياد احنا نكتبهم بالسرد نكتبهم بالسرد اثنين خمسة ثلاث سبع صح؟ اشوف هو عدد ولا ايش؟ اه هو خلال 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 ما بفرقش يعني العدد هذا لو يتغير شو ما تغير؟ انت مش مستوىب عليك بقولك مهما غيرتي مش راه يأثني لانه الترتيب مش مهم الترتيب مش مهم التكرار ممنوع خلال سميه 23 ألف سبعمية و سما و ثلاثة اكتبيني ايا عناصره شو كتبين؟ السبعة موجود كتبت سبعة ثلاثة موجود كتبت ثلاثة أرقام أرقام نكتب أرقام أرقام العدد مكوناته شو مكون من إيش؟ شو الأرقام اللي مكونين إله؟ تعرفوا شو الفرق بين العدد والرقم؟ شو الفرق؟ عدد رقم شو الفرق بينهم مجموعة الأرقام هم فقط عشر أرقام صفر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة فقط هذون هذون بالرياضيات اسمهم الأرقام بالإنجليزي بقوله وأنا صراحة بزعل لمعلم رياضيات لما جا قل له شو هذا بقول لي رقم يا حبيبي هذا عدد أربعة وعشرين عدد مش رقم الميتين وخمس وأربعين عدد مكوة من ثلاثة أرقام خمسة، أربعة، اثنين، أرقامه خمسة، أربعة، اثنين لكن هاي الأربعة سؤال الآن في العدد ميتين وخمس وأربعين أيهما أكبر اثنين أم الخمسة؟ لا اثنين اثنين أكبر كيف يعني أنت مجهورك اثنين أكبر من الخمسة؟ طبعا لا اثنين مش أكبر من خمسة لكن اثنين كرقم في هذه المنزلة أكبر من الخمسة في هذه المنزلة لأنه هاي ميتين مش اثنين. وهنا بعوما يقول لكم هنا أنوا تروح الدرسوا الطلاب وحاودوهم ما يحكوا اثنين. قلوا ميتين. وهذه المكانة هون اسمها ميتين مش اثنين. العشرة عدل. السياد طيل هذا بالرياضيات ترى هذا مصطلح مهم. هذا بسموه number بالانجليزي. وهذا اسمه digit. في فرق بين الرقم والعدد. ونميز هذا مفهوم ترى مهم. نحن نجل نتكلم مع الطلاب. لما تكون شوية تقول لهم اكتبوا لي الرقم ستمية وخمسة واربعين. حبيبي هذا مش الرقم. آه رقم سيارة. شو الفرق بين الرقم السيارة والعدد اللي بنحكي عنه. اختلف الكلام. رقم غرفة الفندق. اربعمية وثلاثة. رقم كل وطني. كم خاني موجود؟ في احدا فيكم يقرر الرقم الوطني مثلا تسعمية وخمسة واربعين الف ومتين لا. بيقول تسعة خمسة اربع رقم تنفونك. ما بتقرأه كعدد. ليش؟ لأنك انت هنا بتعتبر الرقم كتمييز اسمي. رقمك الوطني. بميز شخصيتك. اذا هو مش عدد. تتعامل معاك ايش؟ كاسم. رقم لاعب الكرة القدم ينحط عشرة على ظهره. هذا رقم يدل عليه في الملعب. لأنه ما له قيمة يعني ما له معنى. ما له قيمة بالنسبة. له معنى واحد بس. انه حامل الرقم هذا في الفريق الفلاني اسمه فلان. ثلاث ست. وصلت؟ لذلك احنا في حياتنا اليوميا بنستخدم الاعداد المركبة كارقام للدلالة على اسماء. مقبول. لكن في حصة الرياضيات في سياق الرياضيات ما نعمل هيك احنا. بنستخدم الارقام هاي الارقام بنستخدم الاعداد اللي هي المركبة. وفي فرق بيني. انميز. طيب. في سؤال هون. ها جاوبتك عليه ستة. بس الصفة المميزة هون. يعني بتعملي مثلا صفة مميزة لهذول. بتقول الاعداد. الاعداد. مثلا. هو الاثنين مخربطة الدنيا. هذول فرديات. أو هاي زوجي. ممكن. لا. الاعداد الاولية. هاي الاعداد الاولية لأقل من ثمانية. الاعداد الاولية لأقل من ثمانية. يعني هاي صفة هاي صفة مميزة لهم. الاعداد الاولية الاقل من ثمانية. حطيته تساوه ما حطيته تساوه ما حطيته تساوه في رقش ما. ثمانية مش اولي اصلا. طيب. هيك هاذا كم ذكية؟ ذك الباقيات يعني؟ وين الشؤال؟ لا كلهم. كم ذكية الملسلات. اه اه اه. اه اه اه. كلهم بشكل واحد. اه ايوه بالظبن. اوش يجيب التقاطعات الثنائية؟ يعني انت عندي كونه الف. طلعي. الف. معطيك ايها اثنين اربعة ستة. معطيكي با ثلاث ستة تسعة. ومعطيكي جيم. اربعة ثمانية اتناشة. صح؟ قبل ما احل. بجيب الف تقاطع با. وبجيب الف تقاطع جيم. وبجيب الف. عفوا با تقاطع جيم. وبجيب الف تقاطع با تقاطع جيم. ممكن. يلا. الف تقاطع با قديش؟ ستة. يعني انت من عقلك يعني اقولك شو الاسئلة جاي يعني؟ مستئيل يعني اقولك اربعة. لكن انا باقولك قاعد باقولك. انا يعني وسويتها يعني عدة مرات يعني مش مرة واحدة عدة مرة. شايف عليك؟ بكون في المحاضرات بحل اسئلة من اللي بتيجي في الامتحان. وبتيجي نصا وبيحلوها. طب شو با قدتوا درستي؟ يعني ايش يعني؟ يعني انت بدك يالي اجيب محاضرة معينة مثلا مثلا بزيق باقولك بكرة هذول هالناس اللي جاية لا؟ هم بطخك بطخ الأستاذ اللي بيزوي هيك. ركزة عكل شي. بش مركز. الف تقاطع عجيم شو بطلع هون؟ أربعة. أربعة. و الف تقاطع با تقاطع عجيم قديش؟ مافي تقاطع. فاي. إذا انا دول بتعبليهم معزولات عن بعض. في تقاطع مشترك بينهم كلهم اكيد لا. صدا. مافي. معناه بتطلع يكيفف. الف مع با رح يتقاطعوا. هذه الف مثلا ولا هاي با. هاي الف وهذا واه با رح يتقاطعوا بايش تقاطعوا بستي. حطي ستة غول ؟ عندك ألف مع جيم رح يتقاطعوا وبا مع جيم ما رح يتقاطعوا فجيم با لذل بتكون ابعيدة عنه هاي جيم. وتتقاطعوا با أربعة حطي أربعة. حسنال يشو ظل فيها ظل فيها اثنين حطي غول. الجيم شو ظل فيها محطش؟ الثمانية والثناش و ا luck ufrfr ont cat socialist بقول لkee ثلاثيات الحدود التالية الى عوامل سين تربية زائد ثلاثة سين زائد اثنين بدي أنا بس أحلل سين في سين اثنين في واحد زائد زائد خلصوا هاي أول واحدة خلصوا لا لا ما بديع بدي هذا ما شرحتك رسمه انتي ما رحس عليك لا سين تربع زائد خمسة سين زائد ستة هاي سين سين ثلاثة اثنين زائد زائد انتوا تحللون لحاكمين زالات جمع بالأخير زائد اربعين اربعين طلعي هاي آخر واحدة منظرها غريب شوي لا يولا غريب ولا شيء في طريقة في الرياضيات دايما لما يكون عندي أشياء مركبة زي هيك طبعا في طريقة طويلة ما ننصحكم تسووها انه راح فك الأقواص اذا فكيت الأقواص لا يعدي حالك لا بطلع عمي 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 هي فكرة تبعتها اني أنا بطلع على سين ناقص واحد كأنها حد واحد يعني بستبدلها بايش برمز واحد ايش يعني مثلاً بفرض النوصات بتساوي سين ناقص واحد يعني كل ما تشوف سين ناقص واحد شيء لا قد صاد عيد الكتابة شو بتصير ثلاثة صاد تربيع ناقص صاد ناقص اثنين ايه ارجع تصلي يعني طلع كيف طلعت عليها صار منظرها اسهل اذا شيل السين ناقص واحد وطلع عليها الناصات حلل هاي بعدين بس تخلص رجع لسين ناقص واحد رجع على زي ما كان اذا انا را تعمل هيك ثلاثة صاد في صاد هون بنا نجيب اثنين في واحد هون ناقص هون زاد بس ما تقول لي كيف تسوي بسرعة تدريب يعني هاي كيف تسوي بسرعة بتتدرب عليها الصعبة يعني هاي منتلي الان رجع صاد لاصلها اذا بصير ثلاثة في صاد اصلا شو كانت سين ناقص واحد هاي ناقص واحد ناقص اثنين خلص انا بعتبر حليتيها يعني خلص بس اذا بحاب بتكملي حل بتفك القوس فشو بصلا عندك هون ثلاثة سين ناقص ثلاثة ناقص اثنين في سين ناقص واحد زاعد واحد فهون بتصير ثلاثة سين ناقص خمسة في سين هذا التحليل النهائي هذا التحليل النهائي لهون كويس لعند هون بكفر شو غير كونه في المحاضرة الماضية في المحاضرة الماضية كنتي معانا يعني نقول دايما انتو في الرياضيات كنتو اللي قاعدين بتعلموه درا كله بس باسيك ساعة اساسية يعني مش قاعدين من منلعب في اشي الواجب حاولنا نطلع فيه بره الاطار نعطي اثر فيه تفكير نوعا عنه بعرفتوا بتلجأوا لناس يحلولكم وساعدوكم في الحل ما فيه مشكلة بس المهم اتعلم كيف صارت الفكرة كيف صارت الفكرة الان الاصل اللي احنا نتكلم عن كثير في المناهج وفي الطرق وكذا بقول لك احنا ننبي التفكير الناقض عند الناس وخلي الطلاب يصيروا فكروا طيب كيف دون يفكروا انا من الناس في وجهة نظري في التفكير انو انت لازم تعطي مشكلة بالاول والمشكلة هاي تكون في حدود المعلومات الطالب كويس وبعدين ايش يسوي يعيد النظر فيها يدور على طرق لحلها يحلها باكثر من طريقة قيس عليها يعني اشياء كثيرة بتخلي تفكيرك شو يصير يشتغل هلا هنا بتحس فيه ايش كان مجنزر واجعل شوية زيت وبلش ويدور هذا الدوران معناته تقعد تتدرب كيف لاعب الكرة اللي بكون صاره زمان مش بتدرب وجعل تقود على المباراة اذا دخل على المباراة قوية مباشرة شو بصير فيه بتشند عضلات وكلها تموت شو بنسوي بالاول بنحيق وبنحمي فبنحمي حتى تحمي لازم معطيك اسئلة كويسة تحدي تحدي جربوا حالكوا بهذا السؤال سؤال سهل سؤال سهل عندي الأرقام من واحد لتسع الأرقام من واحد لتسع بدي استخدم الأرقام من واحد لتسع كل رقم كم مرة مرة واحد بس بس بدي كون عدد مكوم من ثث منازل مرتد واجمع مع عدد مكاوم من ثث منازل يعني هذه ثث منازل المربعات اللي بعد فيها واأتالة ب genau من منزله اعطيني مثال على عدد مكوم من ثث منازل من الأرقام من واحد هذه التسعة مثلا هذين عشبين ها بعرف ميتين واحد وخمسين ثلاثم 느낌이 وثلاث وعشرين هاي عدد مكوم من ثث منازل يعني هم مت تكونيك عدد المكوم من كم منزل و هن وهون وتجمعيهم يجوا يطلع الجواب كمان مكون من ثلاث منازل ممنوع التكرار ممنوع التكرار ممنوع أشوف رقم من هذول الأرقام في المربعات مكررة ويطلع جمع العدد الأوز على الثاني يطلع العدد الثالث الاستراتيجية آية بدلكم الاستراتيجية راح تسوها هي محاولة قطر جرب مئة و خمسة و عشرين زاق مئة و أربعة و إثافة تلاث مئة و خمسة و عشرين زاق مئة و أربعة و ستين يطلع تسعة ثمانية أربعة الέربعة تكررت خطأ بقض ما شو قلنا ما؟ لازم يتكرر ش كله هيو 6 عدد tard ؟قول تكتاة أنا ما قلتك بابما ش Acrossa v ميتين و خمسة و عشرين إزائل مهي مرات هاي مدانة 25 تكبرت اثنين عمد المية تكررت و ما نحلت ايش سؤال سؤال فيه شيء غامض في السؤال يعني كلكم اللي بتجمعوا بتعفوا الأرقام و بتعفوا الأعداد بتعفوا كل شيء ما في شيء مخطب مية ثمان مية ثمان مية ثمان مية ثمان مية ثمان انت قبل ما تحكولي ما احد يجاوبني إلا لما يتأكد من الأرقام تعتم في شيء تكرار قبل هيك ما بدي اسمح ولا واحد ميتين واحد وثلاثين ستمية وخمشة واربعين بطلع عندك هنا ستة سبعة ثمانية شو؟ ستة تكرارات غلط هاذا عجب الامتحان ها ها في كثير حلواصح هاذا تحصب؟ واثنين واربعين تحتى هنا اسمح بطلع ايه؟ شو الصعب في السؤال؟ enin ترك في السؤال معناته حلو معناته لا يمكن حلو لا يمكن حلو لا لا أقول لك هذا له على الأقل على الأقل أنا بعرف له ثمن حلول مختلفة يعني بعد ما تحليه أخرى بعد ما تحليه فأقول لك جيبي كمان سبعة غير له ثمن حلول أقول لك على الأقل لا سألني سؤال بجاوبك عليه إذا سألت السؤال الصح بتحله بسرعة بتحله بعد أن شرطك واحد الشرط سؤال صحيح يسألتك إياه مئة بالمئة صح المشكلة في الحل سألني شغلي بواحدة بتحل سألني سؤال قوي سؤال واحد فهماني مش ما هو بالنسبة لا لا بده نحضر على الشرطة عاي ما تطلع من الشرط يعني هاد واجب معنا؟ لا مش واجب بس أبنحنه بدوش يسي بس تسأل السؤال صح سوف لو بديت لو بديت زائت ستنية وأربعة عاش زائت ستنية وأربعة عاش برضو بلط بش أربعين صغر ما بي لو حطيت هيك حطيت سبعة هون خمسة زائت سبعة قديشة ستناش تحط اثنين هون صح؟ الواحد اللي هون بنحط في مربع ليه ما تقولولي انتم؟ ليه ما تسألوني؟ ما فيش مليار إعادة تسمية إعادة تسمية لما بتحطي شي فور ببين ما حدا بكتبه يا جماعة يا جماعة الخير هسا لما بتنجي بتجمع عدد من ثلاث منازل مع عدد منازل اللي باليد هل بتقولولها باليد ومش باليد داي تنكتب؟ لا ما ولأ انت طول عمرك بتدرس القيم المنزلية والمنازل والقيم المنزلية عمرو حدا كتبها هاي؟ هم اطفال ولما يكبروا شوي بحطها بعادلة حلوا هسا هسا بتحلوها يلا حطي خليلي واحدة صح بس ومس تخلصوا واحدة صح لسا التحدي قائم جيبلي كمان سبعة غيرها مش ألف مش كثار مش لهالدرجة يعني شاف شاد هاذ اسمه اسمه برا البوكس ايش بتعرفه انت مش ايش ما بتعرفه بس انت مسألت نية وانت مسأل يعني ما خطر في بالك تفكر فيك ليش ما يخطر في بالك وهذا جزء أشاسي من مادة مش ايش من برا يعني جايبين من دارما ما بطيك الحل لا ما بطيك الحل مستعيق ضل كتا جيبه اول حل شايفي هاذ اسمه التدريب هسا هون بتلاقي اسمه قاعد بيشتغل طريقتك في التفكير تغيرت صار حاطط في رأسك انه انا ممكن اعمل اعادة تجميع بيشتغل برغم من هذا لسه ما احد حل بسير حطي الدكية ما هو هذا اللي بطلع فوض ما ببين اللي بطلع فوض ما ببين اه احكي ستمية وخمس وسبعين ها تنشو هاي ثمانية هاي احداعش هاي تسعة ولا عدد تكرر ولا رقم هذا ما ببين هذا ما بنشوفه طلع انتي اقرأ هيك اقرأ لي هيك ميتين وثلاث واربعين زي ستمية وخمس وسبعين مساوى تسعمية وثمنطعش في ايش مكرر؟ الاجابة صحيحة؟ حقق شروط المسألة؟ نعم اذا اضع حل صحيح هاتي واحد غيره ميتين واحد تسعين وسبع وخمسين اجمعي ثمانية أربعة ستة شو رايكم؟ هاي حلين زي بعض؟ لا احكي سبعة وتسعين هاي اتناعش هاي احد عشر اتناعش لا تكررين هاي حلين بس المهم يعني طلعنا من الاطار اللي وما في شوفوا هنا ما في معلومة جديدة يعني ما استخدمت ايش انتو ما بتعرفوه لما اعطتك السؤال ما اعطتك ايش انتو ما بتعرفي كله بتعرفيه اه طبعا محاضرات لانقطاع اه طبعا محاضرات لانقطاع